بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنكمل شابتر 5 اللي هو ونتكلم في بارت 3 عبارة عن استكمال لتصميم حائط من التربة المسلحة لو تذكر في البارت السابق قلنا لو انا عندي حيطة ارتفاحة H عايزة صمم لها فقلنا كلمة تصميم يعني هتشوف هنا هتحط كم طبقة من طبقات الجيوتيك ستايل يعني عايز تعرف المسافة بين الطبقات المختلفة للجيوتيك ستايل وده جبناه في البارت السابق النقطة التانية في التصميم ان انت لازم تعرف الطول بتاع اللير اللي هتحطها من الجيوتيك ستايل ديت ودي جبناها على حسب ايه؟ على حسب تماسك الطربة مع الجيوتيك ستايل على حسب طبعا سيء الادهجن والدلتا وكمان على حسب لو تذكر الفيليار بلين بتاع الرانكن وكمان عملنا الوفرلاب والاتشيك بتاعنا بتاع الوفرلاب بتاع الصويد لكن موضوعنا النهاردة ان شاء الله هيبقى استكمال لهذا التصميم فممكن طالب يسألني طب ما احنا خلاص صممنا وتطمنا هقول له انت صممت ان ما يحصلش انهيار لهذا الحائط ولكن مشكلته عندي انه ممكن يكون غير مستقر يعني غير مستقر اقول لك مبدئيا انا عندي الحيطة ايه خلاص ادي الحيطة بتاعتي اللي انا صممتها خلاص دي الحيطة ومحضوط فيها جيوتيك ستايل دي طبقا لتصميمك السابق لن يحدث لها اي انهيار في هذه المنطقة ولكن نتيجة الارس بريشر اللي هنا ونتيجة كيو اللي هنا ممكن يحصل الآدي ممكن الحيطة ديت اهي فرصة جاية لها كده تبتدي تتحرك كده ده بيسموه ايه بيسموه سلايدينج يعني انزلاق فنعايز اتطمن اه هي الحيطة منهرتش ولكن ماذا حدث لها التربة حصل لها انزلاق بالشكل ده طيب تاني حاجة ممكن التربة بتاعتي اهي او الحيطة بتاعتي اللي انا عملتها اهي ودي اللي ايه الطبقات تا جيوتيك سايل نتيجة بردك الارس بريشر اللي عندي هنا ايه اللي يحصل شايف الحيطة ديت ممكن يحصل لها الشكل ده شايفها هي ما نهرتش من جوه لكن هي حصل لها حاجة اسمها يعني انقلاب بلاش ده وبلاش ده خلاص تربة موجودة هنا هي وهنا الارس بريشر خلاص ولا عمله ولكن في هنا عربيات ماشية وفي كيو وفي ده وزن وفي هنا تربة ساببورت لمين للصوير انفورسمنت اللي فوق ممكن الصوير اللي تحت ديت ايه اللي يحصل لها تبقى البيرينك بس بتاعتها اقل من الاحمال اللي جاية اللي من فوق في ايه اللي يحصل هيحصل لها انهيار وطالما حصل لها انهيار التربة اللي تحت دي ممكن يحصل لها ستلمنت بالشكل دوت او تنهار فعشان كده لازم اعمل تلات تشكات على الاستابلتي بتاع السويل ودولة يعتبروا اخر خطوات في خطوات تصميم الحيطة بتاعتي ايه هي تشك على الاوفر ترنينج وتشك على السلايدينج وتشك على البيرينك بستي بتاع السويل لو عايز اعمل تشك على الاوفر ترنينج ببساطة خالص هتقول لي ايه بتاع الاوفر ترنينج السؤال بقى انا عندي حيطة هيت ايه الريزيستنس مومنت بتاعي ما هو الا وزنها يعني لو جبت الوزن وضربته في المسافة ديت لحد النقطة ديت يبقى هو ده الريزيستنس مومنت طب ايه اللي بيلف بيخلي دي تلف اقول له اه ده فيه هنا ارس بريشر بالشكل ده صح في ارس بريشر فيه فرسين وفرسين قوة ديت اي واحد والقوة ديت اي اتنين اروح اضربها في المسافة اي واحد في المسافة زائد اي اتنين في المسافة اقدر اجيب المومنت احاوليني النقطة ديت لو جبت المومنت احاوليني النقطة ديت يبقى انت جبت لازم دايب اكبر من ده لا مش اكبر منه شوية لا ده اكبر منه بكام بتلاتة عشان اقدر اقول سيف واحد يسألني طيب يا دكتور لو انا عندي الفاكتور في سيفتي طلع اقل من تلاتة هقوله ببساطة خالص زود الاطوال بتاعت الجيتوكستايل وفي الحالة دي الوزنة هيزيد فإن اللي يحصل الفاكتور في سيفتي هيبقى اكبر من تلاتة طيب السلايدنج نفس الفكرة انا عندي ادي الحيطة بتاعتي كلمة الفاكتور في سيفتي بتاع السلايدنج عبارة عن الريزيستنس فورس عشان دي هنا بقى مش دوران ده مش اوورتيننج ده زحلقة فريزيستنس فورس نفس اللي احنا قلناه عندي بي اكتف واحد وبي اكتف مين اتنين اللي هم بتاع الضغط الجانبي للصيل اما المين بقى اللي بيقاوم ده عبارة عن تلاصق وليس تماسك ما بين مين الصيل بتاعتك او الحيطة بتاعتك وما بين الصيل اللي تاح فلازم اعرف الادهيجن ما بينهم اسف ده في فرق بين الادهيجن والكوهيجن ده اسمه الادهيجن والادهيجن ده بيبقى فاكتور من الكوهيجن يعني ممكن يساوي تلتين او تلتة اربع مين الكوهيجن زائد ان في تان مين دلتا دلتا دي برضك عبارة عن الانجل بس بتوين مين ومين ما بين الصيل دي والصيل دي دي اسمها دلتا وليست فاي مضروبها طبعا في البي بتاعتي اللي هو العرض بتاع الحيطة كلام ده لازم يكون اكبر من كام من تلاتة الان دي دي عبارة عن الاوزان اللي نزله لأسفل لمجموع الاوزان بتاعتي طيب نفس السؤال لو الفاكتورو السيفتي سليع اصغر من تلاتة عمل ايه اروح مزود مين الال فاي اللي يحصل الوزن ده هي تزييد الان هتزيد البي كمان هتزيد فالفاكتورو السيفتي يوصل لأكبر من تلاتة لحد ما يطلع سيف طيب اخر تشيكة عندي اللي هو تشيكة بتاع البيرينكة بس بتاع السويل طيب هنا بقى مش هتكلم على قوة افقية ولكن هتكلم على مين على قوة ملها رأسية في عندي هنا كيو نزل تحت وفي عندي السويل اللي هنا اللي هي عبارة عن جاما في الاتش وزنها يعني فبقى في عندي الكيو اكتشوال بتاعتك اللي هي عبارة عن مين عبارة عن كيو اللي هي الوزن ده وزن السريتشارج زائد الجاما في مين في اتش اللي هي وزن الطربة دي طيب مين اللي بيقاومها بقى الكيو ألطمت بتاعتمين الصويل اللي تحت بأي طريقة تقدر تحسبها بدرزاجي بهانزين بفيزيكس اي حاجة لو السي اني سي زائد ايه كيو اني كيو زائد نص جاما في بي في اني جاما زي ما تعلمت في فاونديشن واحد ازاي تحسب البيرينكة باستي بتاع الصويل لازم البيرينكة باستي الألطمت بتاعي يكون اكبر من الاكتشوال بقى دي بتلاتة فيطلع لي الفاكتور اكبر من ثلاثة نفس السؤال لو طلع انصيف هبتدي ازود من البي فتطلع لكيو ultimate بتاعتي هتطلع تزيد فيدي الفاكتور باكبر من ثلاثة يبقى بالثلاثة تشيكات دي اتطمننا على الاستابلتي اوف وال يبقى انا في البرت اللي فات جبنا الاس في وجبنا الال وهنا اتطمننا على الاستابلتي بتاع هذا الحائط يبقى انا صممته تصميم اه من هندسي ان شاء الله في الاجزاء اللي جاية هناخد مثال رقمي على تصميم حائط من الجيو تيكستايل شكرا